صدر فرخ كبير مع كيلو بطاطس عملت 3 كيلو سجوء فراخ استحالة اللي هيكله او هيدوقه يقول ان دي فراخ شكل وطعم اللحمة تخيالي صدر فرخ كبير مع كيلو بطاطس عملنا 3 كيلو سجوء بصوا شايفين ولا فرقع ولا اي حاجة والبطاطس مش بينة وسط الفراخ واستحالة عيالك يقولوا ان في بطاطس اصلا بجد كل اللي هيشوفه يقول استحالة ده يكون فراخ وفلفل وبطاطس وشوية توابل هنعمل الكمية المحترمة دي من السجوء تعالوا نشوف المقادير وحكموا انتوا بنفسوكو والحاجة هتتعمل قدامكم ايه الريحة التحفة دي يا جماعة تقولوا سجوء لحمة بلدي مع انه والله سجوء فراخ وحاصر الاول مرة عندي انا عشان لو شفتوا عن ده اي حد تاني يعرفوا النصاري احمد اللي اختراعته وبجد كل اللي هيعمله هيدايل عندي هنا فلفل اخضر وفلفل احمر رومي بارد جدا الفلفل الاحمر ده اللي بيتعمل منه البابريكا والبابريكا بتحب الفراخ او الفراخ بتعشق حاجة اسمها بابريكا تمام؟ فالفلفل الاحمر الحلو ده بيخلي الفراخ في حتة تانية خالص وطبعا البطاطس كلنا بنسلقها وبنحطها في الناجتس وعيالنا بيأكلوها وبيحبوها وعندي الهنك بتاع السجوء انا جبته من عند الجزار ده بيبقى شكله بيبقى مربوط كده بودبارة وبيبقى محطوط في ملح لازم تعود نقعه في مياه كتير عشان الملح يروح منه اول حاجة يسبت الكل هنجيب كبة ونقطع البطاطس البطاطس لا هنسلقها ولا اي حاجة هنحطها نية زي ما هي كده وهنضربها في الكبة نخليها زي البودر كده هتشوفوها دلوقتي هتبقى زي العصيرة هتبقى عصير بطاطس دلوقتي زي ما انتوا شايفين هنحطها في الكبة ونضربها كويس جدا شايفين نزلك كل السويل والنشا اللي فيها مش هنحتاج نحط نشا ولا دقيق عشان نربط السجوء لا هي البطاطس لما تيجي تستوي مع الفراخ هيمسكو كويس جدا زي ما هوريكو دلوقتي في الفيديو ده ربطها هنا كويس جدا طبعا الخضر مخسول كويس والبطاطس كانت مخسولة كويس الفراخ طبعا نغسلها باللمون والملح وبصوا مدلعها انا عندي سدرين فرخة كبار السدرين دول عاملين ما شاء الله كيلو وربع كيلو وربع والبطاطس كيلو وربع انا بحط الفراخ قد البطاطس ما تخفيش البطاطس جوه السجوء بتتحول لفراخ الفراخ بتمسك فيها وتمسك كويس او في البطاطس والبطاطس بتستوي في النشا بتاعتها فما شاء الله انت اللي بياكل السجوء استحالة يقول ان هي فيها بطاطس اصلا تعملي بقى جنبها شوية مكارونا تعملي اي حاجة فرمت الفراخ كده في الكبة وبعد ما فرمت الفراخ في الكبة هبتدي اقلبها كويس جدا في البطاطس زي ما انتوا شايفين عشان البطاطس تاخد الريحة بتاعة لحم الفراخ وهي ناية زي ما انتوا شايفين كده اهو وتمتص السويل بتاعة البطاطس الفراخ لما بتجي تدربيها او في الكبة بتبقى مسكة فانا بخليها تفك بالبطاطس المفروم زي ما انتوا شايفين جبت الفلفل الاحمر والاخدر فرمتهم وبعد ما فرمتهم حطيتهم عليه. عندي هنا معلقة من الشطة الحمرة السبايسي. الفلفل الاحمر الحلو اللي احنا هحطينه ده. والفلفل الرومي مش شطة خالص. دي معلقة شطة حمية. فرش برضو هقوم حطها كده. هتدي تيست حلوة قوي في سجوء الفراخ. وعندي معلقة من الفلفل الاسود هحطها. وعندي برضو جوست طيب هحطها. عندي هنا بهارات البطاطس دي اهي او تحبيش البطاطس دي انا باجيبها من جروب تي تشيز. تحفى. بتخلي تحمل بطاطس زي اللحمة كده. فانا هحطها بديل توابل الفراخ. اهي دي شكلها. اسمها تحبيش بطاطس. حطيت معلقة كبيرة. دي انا باجيبها من جروب تشيز يا بنات. عندي هنا بابريكا. البابريكا الحلوة. وعندي معلقة كبيرة من طوم بودر وبصل بودر. معلقة كبيرة. بصل بودر وتوم بودر. اللي اتنين. وقلب التوابل دي كلها كده ببعض. اللي بيهم بقى. مع الفراخ. مع الفلفل. مع البطاطس. لحد ما يبقوا خليط واحد. هنسيبها لمدة ساعة في التلاجة. تجمط شوية. وبعدين نحشي الهنك بتاعنا. الهنك ده عبارة عن مصارين خرفان صغيرة او جديان صغيرة. بتبقى جاية منبرة جهزة. زي ما هي كده متنظفة ومعمولة في الملح. هجيب الامع زي ما انتم شايفين. وحط فيه الامع ده او المكبس ده ده بتاع السجوء يا بنات. ده بتلاقوه في اي ادوات منزلية. بيعملهو لكم في سرعة السروح. بتحطي كده طرف الهنك في البوز بتاعه. في المسدس بتاع السجوء. وبتجبسي. فبينزل على طول في المصارين زي ما انتم شايفين. او الهنك. زي ما انتم شايفين كده. هعمل الكمية بنفس الطريقة. ووريكو انا عملت الكمية دي عملت معي قد ايه. بسوا يا بنات. انا كنت حتى كيلو وربع فراخ. وحتى كيلو وربع بطاطس. وحتى كيلو آآ فلفل. فمشاء الله الكمية اكتر من ثلاثة كيلو ونص. يعني آآ آآ ثلاثة كيلو ونص. يعني حسبوا بقى التوابل وحسبوا الهنك. يعني ما شاء الله ربعة كيلو لربع. تخيلوا بقى. سدرين الفرخة عملولي اربعة كيلو لربع. استحالة. البطاطس تبان. البطاطس بت بتستوي على طول. تعالوا وريكو. بسويها ازاي. اول حاجة بجيب معلقة سمنة وهقول لكم التوابل اللي بحطها. وبحط التوابل اللي هي بتاعة التحبيش بتاعة البطاطس عشان تخليت تستحل. وزي ما انتو شايفين السجوقة هو. مخلية النار شعرة. عشان البطاطس تنزل كل السوايل اللي فيها. والفلفل ينزل كل السوايل اللي فيه. وكمان الفراخ. هتلاقوا البطاطس استوت معايا بسهولة. والفراخ والبطاطس والفلفل بقوا حاجة واحدة. مش هيبان ان ده خضار. عايز اقول لكم ان انا عيالي كانوا بيطلعوا عيني عشان يكلوا الفلفل. والفلفل الاحمر والاخضر فيه فيتامين عالي جدا للبشرة والشعر. للجسم عمتا. فبكده هم اخدوا كل الفيتامينات اللي في الجسم. زي ما شايفين بقى السجوقة. بعد ما استوى. انا طبعا وطيت نار خالص. قعدت بالزبط. سبتها على نار ربع ساعة. وبالما نزلت السوايل. وشربتها. وبعد كده كملت تحمرها في السمنة. السجوقة مفتحش معايا. زي ما انتو شايفين. هتفتحي قلب السجوقة طبعا هو سخن مولى على ايدي. هتيجي تفتحي قلب السجوقة. هتلاقي عجينة واحدة عبارة عن فراخ متبالة بطعم حلوة قوي قوي قوي.